أهلاً بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 نواصف الوحدة العاشرة أنواع الأقطاب والخلايا سوف ندرس في هذه المحاضرة العمود الجاف مكوناته، تفاعلاته، عيوبه ومميزاته العمود الجاف هو نوع من أنواع الخلايا الأولية والخلايا الأولية هي خلايا تستخدم لمرة واحدة فقط ولا يمكن إعادة شحنها ما هي مكونات العمود الجاف؟ الأند عبارة عن وعاء غلاف الخارجي من فلز الزينك هذا هو فلز الزينك بينما من الداخل يغلف بعجين رطبة من كلوريد الخارسين وكلوريد الأمونيوم بينما الكثد عبارة عن عمود من الجرافايت والجرافايت عبارة عن كربون هذا هو عمود الكربون أو الجرافايت في وسط الخلية ويكون محاض بعجين رطبة من ثاني أكسيد المنجينيز وكلوريد الأمونيوم وحبيبات الكربون وفرق الجهد لهذه الخلية يكون 1.5 من 10 فولت ما هي تفاعلات الأند والكاثد؟ هذا هو تفاعل الأند الزينك يتأكسد ويفقد إلكترونين بينما هذا هو تفاعل الكاثد وينتج غاز الأمونية بينما التفاعل الكل يكون هو مجموع تفاعلي الأند والكاثد ما هي مميزات وعيوب هذه الخلية؟ مميزات عيوب العمود الجاف مميزاته أنه رخيص الثمن طبعا العمود الجاف متوفر في البقالات في المحلات بثمن رخيص جدا وهو صغير وسهل الحمل ويعطي قوة دافعة كهربية كبيرة نسبيا لأنه كم؟ 1.5 من 10 كما ذكرنا سابقا أما عيوب العمود الجاف فأكبر العيوب هي ما يعرف بظاهرة الاستقطاب ما هي ظاهرة الاستقطاب؟ هي تراكم نواتج التفاعل عند الأقطاب مما يقلل من شدة التيار الناتج بمرور الوقت هذا هو التفاعل القلي للخلية عندما تتراكم نواتج التفاعل على الأقطاب يعني على الأند والكاثد فإن هذا يؤدي إلى نقص في شدة التيار لكن إذا تركنا العمود الجاف بدون استعمال لفترة فإن هذه النواتج تتحد مع بعضها البعض وبذلك يعود التيار إلى شدته مرة أخرى يعني أيون الزينك يتحد مع الأمونيا لتكوين هذا المعقد وبذلك يعود شدة التيار إلى قوته الأصلية من العيوب الأخرى للعمود الجاف أنه طبعا ككل الخلايا الأولية يستخدم مرة واحدة فقط ولا يمكن إعادة شحنه ننهي هذا الدرس ونلتقي في دروس لاحقة في مقرر الكيميا الكهربية